قام رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير بزيارة ميدانية إلى محاكم ونيابات محافظة لحج وشملت الزيارة إلى محكمة استيناف لحج ومحكمة الحوط الابتدائية ومحكمة الأموال العامة بالإضافة إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية والاستينافية وخلال الزيارة شدد القاضي باوزير على أهمية الانضباط الوظيفية وسرعة البث في قضايا المواطنين مؤكدا على ضرورة تفعيل آلية العمل بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة